بالإضافة إلى حظر الولايات المتحدة أعلنت الحكومة البريطانية حظرا على حمل المعدات الإلكترونية أمس ثلاثاء حيث سيمنع ركاب ست دول في الشرق الأوسط وإفريقيا من استحاب معدات إلكترونية غير متوافقة على متن الطائرة لكن يمكن وضع هذه المعدات في الأمتعى المحمولة بعد الفحص الفني أو الأمني وسيدخل الحظر حيث التنفيذ ابتداء من يوم السبت هذا الأسبوع جاء في الحظر أنه من الممنوع على السياح من كل من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية استحاب الحاسوب المحمول والكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة التي تتجاوز شاشتها حدا معينا على متن الطائرة ولكن من الممكن وضعها في أمتعة محمولة بعد الفحص الأمني وقد تأثرت أكثر من عشر شركات طيران بهذا الحظر بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت البريطانية والخطوط الجوية التركية ومصر للطيران والخطوط التونسية إلى آخره ومن المعلوم أن رئيسة الوزراء البريطانية قد قررت تنفيذ هذا القرار بعد مشاركتها في سلسلة من اجتماعات أمن الطيران في الآوينة الأخيرة جدير بالذكر أن هذا الحظر مماثل للحظر الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ويعتقد بعض الخبراء أن هناك تعاونا مخابراتيا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأنهما يخشيان من استخدام المنظمات المتطرفة للمعدات الإلكترونية في القيام بأنشطة إرهابية ولذا فإن الحكومة البريطانية تبعت الولايات المتحدة في إصدار الحظر ووفقا للمتحدث باسم الحكومة البريطانية فإن الحظر سوف يسبب بعض الإزعاج لشركات الطيران وللركاب ولكنه ضروري لحماية الأمن